موسيقى بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وأكد رئيس مجلس النواب أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلا من المشروعات العملاقة التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين نثبت للعالم أن مصر ستبقى دولة رائدة قائدة تلتف حول رئيسها وتنفذ معه مشروع حلمها الكبير هنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأطيب التهاني القلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد كما هنى أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين في مواقعهم وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة وفي الوقت نفسه وجه مدبولي التهنئة لأبنان إنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وقال وزير الداخلية في برقية التهنئة إننا ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العمل الوطني في جني ثمار العمل وحظ بشائر الأمل في غد مفعم بمظاهر النصر المبين وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين كما بعث وزير الداخلية برقية التهنئة بهذه المناسبة للمستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية برقية التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديدة وأهن أوزير الداخلية القيادات والضباط العاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد لكونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين وخلال لقائه أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أعرب المستشار جبالي عن ثقته بأن مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية سيكون لائقا بمكانة مصر وشعبها موجها بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي وتيسير عمل اللجنة كان أعضاء اللجنة قد وافقوا في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد كما وافقت اللجنة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه ويكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات وخلال الاجتماع كشفت الحكومة عن تنفيذ حزمة تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات كما تسهم في تحفيز الشركات أو الشراكات بين القطعين الحكومي والخاص إلى جانب دعم خطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال عام 2022 كما وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وذلك للعام المالي 2022-2023 حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق كما اعتمد مجلس الوزراء الأليات الخاصة بمحفظات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذا محفظات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر أو بالحي السكنية الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة ووفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أعلن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وفيقة سياسة ملكية الدولة بما يؤكد حرص الدولة المصرية على إتاحة مجال أكبر لمشارع مشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات وخلال الاجتماع أوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة برئاساته وعضوية عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمدير التنفيذي للصندوق السيادي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق برامج زمنية محددة وتزليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما هذا الاجتماع هو اجتماع هام جدا نقش فيه العديد من الملفات التي تخص الشارع المصري والمواطن المصري بشكل عام وبدأ هذا الاجتماع واستهل الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتهنئة الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ايضا بالعام السنوي العام الميلادي الجديد الفين ثلاثة وعشرين وايضا هنأ اخواتنا في الوطن بعيد الميلاد المجيد سواء في الخامس وعشرين من ديسمبر أو حتى القادم في السابع من يناير ولكن ربما هذا الاجتماع له ربما مئيزة خاصة هذا اليوم وهي وثيقة سياسة الملكية الخاصة بالدولة هذه ربما الوثيقة التي تدعم وجود القطاع الخاص في العديد من الاستثمارات المختلفة في العديد ايضا من القطاعات هذه الوثيقة هي الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا التي تطلقها مصر بالفعل هذه الوثيقة على مدار عشر سنوات خطة لإدخال القطاع الخاص في الاستثمارات والمجالات المختلفة وايضا في مشاركة مع القطاع الحكومي ولكن الاكثر هو انسحاب القطاع الحكومي في بعض المجالات وزيادة نسب القطاع الخاص بما يحافظ على ملكية وحقية الدولة بشكل عام في العديد من المشاريع والاستثمارات المختلفة ولكن ربما الاهم في هذه الوثيقة هو ادخال القطاع الخاص وايضا عدم التأثير على القطاع الحكومي بشكل مباشر هذه هي السمارة الرئيسية لهذه الوثيقة ولكن ايضا كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الصحة الذي تحدث فيه عن وحدة الرعاية الصحية الاولية التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي واهميتها بالنسبة للمواطن المصري بشكل عام والعائلة المصرية هناك صندوق تحدث عنه ايضا وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار هذا الصندوق وصندوق الطوارئ لدعم اي طوارئ صحية من الوارد ان تطرق بشكل عام على المستشفيات او حتى على نظام الصحي المصري بشكل عام هذا جزء ولكن الجزء الاخر الخاص بوحدة او وحدات الرعاية الصحية الاولية وهي التي من المفترض ان تخدم ثمانين مليون شخص على مدار السنتين المقبلين باذن الله سواء ستبدأ هذه الخطة من يناير الفين ثلاثة وعشرين وتنتهي بمارس الفين اربعة وعشرين هذان العامين ربما الاهم فيما يتعلق بتطوير الوحدات الصحية في واحد وعشرين محافظة مصرية هذه الوحدات يعني وصل عدد المنشآت لأكثر من مائة وعشرين منشآة ليصل عدد الوحدات الصحية الجاري تطويرها وسيبدأ العمل على تطويرها في يناير المقبل اي بعد ايام من الان لأكثر من خمسة الاف واربعمائة وحدة صحية لجاري العمل عليها ولكن يعني ربما لها ايضا بعض المهام الخاصة هذه الوحدات وهي ربما الكشف السريع والكشف الخاص بالبطنة والكشف الخاص بيعني ربما الأمراض أو المشاكل الصحية من الدرجة الثالثة ولكن فيما يتعلق بالدرجة الثانية والأولى فيظل الباب المستشفيات المختلفة مفتوح لجميع هذه الطوارئ مثل درجة الأولى والثانية هي الأورام وغيرها من الأمراض التي تحتاج لتدخل دقيق في المستشفيات الكبيرة لذلك هذه الوحدات الصحية حسب الدراسة التي تحدث عنها وزير الصحة اليوم ستخدم 70% من المواطنين المصريين خلال عامين من الآن وربما هذه لها أيضا ميزة جانبية أخرى وهو تخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة والمستشفيات الرئيسية والمراكز الرئيسية هذا الضغط يقلل من الازدحام داخل المستشفيات مما يسهل أيضا عمليات التطبيب بشكل عام للمواطن المصري ولكن هناك أيضا نقطة أهمة تحدثوا عنها اليوم هي نقطة الكوادر الطبية والعمل على تأهيل الكوادر الطبية وتوفير الكوادر الطبية هذه الخطة بشكل عام الخاصة بالرعاية الصحية الأولية تصل تكلفتها خلال العامين المقبلين إلى 6 مليارات جنيه مدعمين من خزنة من الدولة بشكل مباشر وأيضا سيكون هناك بعض الدعم لصنطوق التورق من جهات مختلفة لكن 6 مليارات جنيه تقريبا 70% من 6 مليارات جنيه هو مباشر يتم تقديم مباشرة لتدريب الكوادر وزيادة عدد الكوادر الطبية والتمريد بشكل عام فيه وحدات الرعاية الصحية التي سيتم العمل إما على تطويرها أو إنشاءها جديد أما الباقي 30% هي لتطوير بالطبع الأماكن والوحدات المختلفة ربما هذه النقاط هي الأبرز في اجتماع اليوم وما زاله الاجتماع مستمر حتى الآن وسننتظر حتى نهاية الاجتماع لأي جديد والآن أعود عليكم شكرا لك كريم بيبرز مراسل تفزيون مصري من العاصمة الإدارية الجديدة أوضح وزير الصحة خالد عبدالغفار أن المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة تنفذ داخل وحدات الرعاية الأساسية موضحا أنه سيتم تطوير أليات العمل داخل هذه الوحدات وإضافة فترات مسائية وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قال عبدالغفار أن مبادرة الرئيس السيسي لدعم خدمات وحدات الرعاية الأساسية تستهدف تقليل الضغط على المستشفيات في ظل توجه سيد الرئيس للحكومة والوزارة الصحة والسكان على الاهتمام بتخديم خدمات صحية متكملة على قرى ومحافظات مصر بالكامل كان هناك مبادرة السيد الرئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية طبعا الوحدات موجودة في كل محافظات مصر تقريبا بتقدم خدمات سواء بقى كشف مبكر عن الأمراض تعديل كل الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرئاسية صحة المرأة التنظيم الأسرة بعض النفقات أو العدالة من خلال توزيع زوي الاحتياجات الخاصة والتطعيمات كل الحاجات اللي بتقدم من خلال وحدات الرعاية الأساسية هي دي اللي احنا مستهدفنا الأصل في تقديم الخدمات الصحية أن المواطن لما يكون عنده شكوى يروح لوحدة الرعاية الأولية ثم إذا احتاج الأمر أنه يروح لوحدة الرعاية الثانية أو التالتة أو حتى الرابعة هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية حتى لا يكون هناك إرهاق ووجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعملات الجرحية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 637 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 390 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السهر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 271 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 43 طن وفي مجال البيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي لمواد الميناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 813 قضية من بينها 239 قضية خبز نقص الوزن و210 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبايع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 243 طن أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف أن بلاده لن تتحدث مع أي طرف على أساس صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني ولودمير زلنانسكي وفي تصريحاته قال لفروف أن سلطات كييف ليست مستعدة للحوار موضحا عن نصيغة سلام زلنانسكي بشأن انسحاب القوات الروسية في دونباس والقرم وزبورجيا ودفع تعويضات من جانب روسيا هي مجرد أوهام بحسب تعبيره ودفعات من جانب روسيا هي مجرد أوهام بحسب تعبيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا رفض بلادها خطة السلام الأوكرانية ووصفت اقتراح عقد قمة في فبراير المقبل بالرعاية الأمم المتحدة بأنه أجوف رفضت زخروفا الفكرة ووصفتها بأنها حيلة دعائية من واشنطن تحاول من خلالها مؤخرا تصوير نظام كييف على أنه صانع سلام الحديث عن عقد ما يسمى بقمة السلام في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمقر الأمم المتحدة ليس سوى حيلة أخرى من حيل العلاقات العامة من جانب واشنطن التي تحاول مؤخرا تقديم النظام في كييف في صورة صانع السلام إلى ذلك سقط صاروخ أوكراني من منظومة S-300 التابعة لكييف داخل الأراضي البيلاروسية هذا وسمع داوي انفجارات مكثفة في جميع مدن أوكرانيا القبرى وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش إن دفاعات الجوية في كييف تصدت لكل صواريخ الروسية خلال الساعات الماضية موضحا أن أكثر من مئة صاروخ انطلقت في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار بسبب الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد حذر مدير بنوك الطعام في بريطانيا الحكومة من تسنامي المحتاجين مع انخفاض تبرعات بينما يستمر الطلب في الارتفاع وسط أزمة تكلفة المعيشة وأضاف مدير بنوك الطعام في بريطانيا أن 91% من بنوك الطعام قد شهدت طلبا أكبر هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي ويلجأ العديد من أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر إلى الجمعيات الخيرية للحصول على المساعدة مع تحذير النقابات من أنه حتى بعض العاملين في القطاع العام في حاجة ماسة للمساعدة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار نتيجة العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي مما يحد من عائدات التصدير وهبط الروبل بنسبة 9 من 10 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 72.83 روبل وهو أضعف مستوى له منذ 27 إبريل الماضي كما ترجع الروبل بنسبة 7 من 10 بالمئة ليصل إلى 76.93 من مئة مقابل اليورو وبنسبة 6 من 10 بالمئة أمام اليوان إلى 10.31 من مئة روبل وفقد الروبل نحو 15 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ دخول صقف الأسعار حيث التنفيذ في الخامس من ديسمبر أكدت شركة جازبروم الروسية على أنها صدرت الغاز الطبيعي إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية اليومية وإن إمدادات الوقود الأزرق حققت أمس رقما قياسيا وضفت الشركة الروسية أن شهر ديسمبر الحالي بلغت فيه نسبة زيادة 18.7 بالمئة للإمدادات اليومية للصين كانت أولى إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا تدفقت في نهاية عام 2019 ووصلت إلى 4.1 مليار متر مكعب عام 2020 وزادت بمقدار 25 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب العام الماضي في الوقت نفسه كشفت شركة جازبروم الروسية عن أنها ستشحن حوالي 42.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبية أن منطقة اليورو تواجه وضعا اقتصاديا صعبا للغاية وهو ما سينعكس على الأفراد والشركات وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبية أن معادلات التضخم المرتفع في أوروبا تتزامن مع الطبط الاقتصادي ونمو منخفض أوضاع صعبة للغاية يعيشها الاقتصاد الأوروبي عامة ومنطقة اليورو بصفة خاصة هذا ما أكده البنك المركزي الأوروبية مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على الأفراد والشركات حيث طالبهم بالتحلي بالحذر والتركيز على الآفاق طويلة المدى وبحسب المركزي الأوروبي فإن حالة عدم اليقين الحالية بشأن مخاطر الركود تجعل من الصعب على الشركات ورجال الأعمال توزيع استثماراتهم أو تعزيزها المركزي الأوروبي أرجع الوضع الاقتصادي المتأزم إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء أوروبا والتي تتزامن مع التباطئ الاقتصادي والنمو المنخفض وللسيطرة على التضخم في منطقة اليورو الذي سجل نسبة 10.1% في نوفمبر الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة أربع مرات هذا العام لتصل إلى 2% حجم زيادة معدلات الفائدة من جانب المركزي الأوروبي يتم تحديده وفقا لتطورات البيانات الاقتصادية في كل اجتماع بشكل منفرد ويتوقع المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود قصير الأجل قبل أن يبدأ الاقتصاد بالنمو مرة أخرى في الربع الثاني من العام المقبل بدأ موظف الجوازات بالمملكة المتحدة جولة جديدة من الإضرابات بسبب إصرار الحكومة على رفض مطالبة النقابة بزيادة الأجور لتعويض أثر التضخم المرتفع هذا وقد شارك موظف الجوازات في العديد من المطارات البريطانية في الإضرابات بما في ذلك مطار هيثرو في لندن هذا ومن المتوقع أن تستمر الجولة الجديدة من الإضرابات حتى ليلة رأس السنة الجديدة إذ تم إحضار أفراد عسكريين لتغطية بعض الوظائف الشاغرة أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر خلال الجلسة مقتفيا في أعقاب الأداء الضعيف لبرصة وولستريت بالولاة المتحدة وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 93 من 100% بعدما وصل خلال التدولات إلى أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر وتراجع المؤشر توفيكس الأوسع نطاقا بنسبة 72 من 100% وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر نيكي وسجل 34 سهما على المؤشر نيكي ارتفعا مقابل تراجع 182 سهما وهبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا بثناء اثنين فقط وتصدر المؤشر الخاص بشركات استكشاف النفط التراجعات تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بنحو 2% في آخر جلسة تداول لها في عام 2022 وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008 وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية كوسبي بنسبة 1.93% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 25 من أكتوبر الماضي وهبط المؤشر كوسبي بنسبة 24.89% في العام الحالي وهي أول خسارة سنوية في أربع سنوات وخسرت عملة كوريا 6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام لتواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد الانخفاض بنسبة 8.6% في 2021 وتسجيل أكبر تراجع منذ عام 2008 في آخر تطورات الوضع في كوسوفو أعلن الرئيس الصربي أليكزاندر فوتيتش إزالة الحواجز في بريشتينيا عقب الإفراج عن ضابط شرطة سابق من صرب كوسوفو التوتر بين البلدين تسبب في مخاوف من اندلاع حرب جديدة في منطقة البلقان فالولايات المتحدة دعت الجميع إلى الضبط النفس في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا دعم ما تقوم به صربيا بهدف وضع حد للتوترات في كوسوفو خطوة من شأنها أن تهدئ التوترات بين الصربية وكوسوفو حيث أعلن الرئيس الصربي أليكزاندر فوتيتش إزالة الحواجز في بريشتينيا الرئيس الصربي اتخذ هذا القرار بعد اكتماع عقده مع زعماء الصرب كوسوفو عقب الإفراج عن ضابط شرطة سابق من صرب كوسوفو تسبب اعتقاله في أزمة كبيرة بين بلقراد وبريشتينيا وأصار قلقا دوليا فوتيتش أكد أن إزالة الحواجز سيتم في غضون 24 إلى 48 ساعة موضحا أن هذه العملية ليست بالبسيطة ولا يمكن إجراؤها في غضون ساعتين كما تصور البعض الأزمة بين البلدين اندلعت بعد اعتقال الضابط السابق ديابانتيكا في العاشر من ديسمبر القاري وهو ما دفع إلى احتجاجات من جانب الصرب كوسوفو الذين أقاموا حواجز عدة على الطرق في شمال البلاد بانتيكا الذي اعتقل بتهمة الإرهاب بعدما زاعم بالاعتداء على ضابط شرطة في كوسوفو خلال احتجاج سابق صدر أمر بالإفراج عنه من السجن ووضعه رهن الإقامة الجبرية اعتقال بانتيكا أدى إلى أسابيع من المواجهات المتوترة تخلى لها إطلاق نار وانفجارات بالقرب من دوريات لقوات حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو التي يقودها الناتو التوتر بين البلدين تسبب فيما خوف من اندلاع حرب جديدة في منطقة البلقان فالولايات المتحدة دعت الجميع إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية من أجل نزع فتيل التوتر من دون شروط وفي المقابل أعلن الكريملين أن موسكو تدعم ما تقوم به السربيا بهدف وضع حد للتوترات في شمال كوسوفو التي شهدت إطلاق نار وانفجارات وفقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع نظام لزرع الألغام المضادة للدبابات إلى تايوان وسط التهديد العسكري المتزايد من الصين وقالت الخارجية الأمريكية أن نظام فولكانو وجميع المعدات ذات الصلة ستكلف ما يقدر بنحو 180 مليون دولار كانت وزارة الدفاع التايوانية قد رصدت تهديدات الصين للجزيرة بإرسال الصين 71 طائرة و7 صفن باتجاه تايوان في استعراض للقوة استمر 24 ساعة عبرت الصين مجددا عن رغبتها في تحقيق إعادة التوحيد الشامل لإراضيها وذلك في أعقاب قرار تايوان تمديد خدمتها العسكرية الإجبارية كجزء من جهود مكافحة التهديد المتنامي من البر الرئيسي في أعقاب قرار تايوان بتمديد خدمتها العسكرية الإجبارية كجزء من جهود مكافحة التهديد المتنامي من البر الرئيسي عبرت الصين مجددا عن رغبتها في تحقيق إعادة التوحيد الشامل لأراضيها ومن المقرر أن تمدد الخدمة العسكرية الإجبارية في تايوان من أربعة أشهر إلى عام بداية من عام 2024 حسب ما ذكرت الرئيسة الساي أنغ في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ضغوطا عسكرية وديبلوماسية وتجارية من قبل الصين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قال خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بيجين إن تحقيق إعادة التوحيد لبلاده أمر بالغ الأهمية وتعلن الصين سيادتها على تايوان التي انفصلت عن البر الرئيسي في عام 1949 أثناء الحرب الأهلية لكن الصين ترفض تعريف تايوان لنفسها أمام العالم بأنها الممثل لجمهورية الصين وتؤكد بكين أنها الممثل الوحيد للصين التاريخية بما في ذلك البر الرئيسي وجزيرة تايوان ويصر الحزب الشيوعي الحاكم على سياسة الصين الواحدة قضية تايوان التي بدأت منذ عقود تصاعدت منذ أن قطعت الصين الاتصالات مع حكومة تايوان بعد انتخاب تسي في عام 2016 والتي ينظر إليها على أنها مؤيدة للاستقلال هذا وقد توهلت البيانات من وزارة الدفاع التايوانية عن رصد لطائرات وسفن تابعة للجيش الصيني في محيط الجزيرة بشكل مستمر فلجأت تايبي إلى تعزيز تعاونها العسكرية مع واشنطن قال مسؤولنا في صال إنه من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجانبي تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المحتملة بواسطة الطائرات المصيرة من قبل كوريا الشمالية وتأتي تدريبات بعد أن فشل الجيش في إسقاط خمس طائرات مصيرة كوريا شمالية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجانوبية في وقت سابق وفي السياق المتصل قالت وزارة الدفاع أنها تخطط لإنفاق 441 مليون دولار على مدى السنوات الخمسة المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المصيرة بما في ذلك نشأ نظام أسلحة الليزر كما وضعت هيئة الأركان المشتركة خطة لإجراء تدريبات منتظمة ودمج منصات قادرة على إسقاط طائرات مصيرة دون التسبب في أضرار للمدنيين أقرت الحكومة الإيطالية إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية التي تنقذ مهاجرين من البحر واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر سرهمة من القواعد في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديداً للأرواح وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه دون تأخير بعد أي عملية إنقاذ بدلاً من البقاء في البحر بحثاً عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل يشهد عدد كبير من الولايات الأمريكية عاصفة سلجية كبيرة الأمر الذي دفع مال الطرق والسكان لمكافحتها كانت البداية من مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية التي ضربتها عاصفة شطوية عادية بعد عاصفة سلجية مميتة اكتاحت 48 ولاية أمريكية يكافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة في غرب ولاية نيويورك لإزالة السلوك مع استمرار تساقطها وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول الأمطار مما قد يتسبب في سيول ويحول المشهد المتجمد إلى بركة وكانت مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية والمنطقة المحيطة بها باتجاه هبوب الرياح من بحيرتي إيري وأنتاريو هي نقطة البدء لموجة تجمد وعاصفة شتوية عاتية ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وخلال عطلة عيد الميلاد وامتدت جنوبا حتى الحدود المكسيكية وقال مسؤولون إن الوفايات المؤكدة المرتبطة بالعاصفة في مقاطعتي إيري ونياجرا بالولاية ارتفعت إلى أكثر من 30 شخصا وواصلت فرق الطوارئ البحث عن المركبات المدفونة تحت السلوك المتراكمة والتي بلغ ارتفاعها عدة أقدام هذا وقد أعلنت محطة NBC News عن وفاة 60 شخصا على الأقل في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية لكن خدمة الأرصاد الوطنية تتوقع أن يتغير الموقف جزريا بزوبان سريع للسلوك في وقت لاحق مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات ربيعية أعلى بكثير من درجات التجمد وأعلى من المستوى الطبيعي مصحوبة بأمطار قد تسبب سيولا العاصفة السلجية وصفت بأنها الأسوأ على الإطلاق التي تضرب الولايات المتحدة وتسببت في بقتل عشرات الأشخاص وفيما بدأت مساحات شاسعة من البلاد تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية ما زالت مدينة بافلو تعيش الكارثة الكبرى خلال هذا الشهر أعلنت الصين التخلية عن سياسة صفر كوفيد الأمر الذي دفع المواطنين إلى التهافت على شراء تذاكر رحلات دولية فشهدت أسعار هذه البطاقات ارتفاعا شديدا في المقابل أكدت السلطات الأمريكية أنها تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين بعدما فرضت الهند واليابان فحصات بي سي آر الزامية على الآتين من الصين سياسة صفر كوفيد التي أعلنت الصين هذا الشهر التخلي عنها أصارت مخاوف عدة بلدان منها الولايات المتحدة التي تفكر في فرض قيود على المسافرين الصينيين الوافدين إلى أراضيها فالصينيون عبروا عن فرح عارم بعد إعلان بكين انتهاء فترات الحجر الإلزامية عند الوصول إلى البلد في الثامن من يناير المقبل ويعني هذا القرار زوال آخر أركان السياسة الصينية المعروفة بالصفر كوفيد والتي تعزل البلد منذ نحو سلاس سنوات وأثارت في أواخر نوفمبر الماضي احتجاجات لم يشهد لها مسيل من قبل وأفضى هذا الإعلان إلى التهافت على شراء تذاكر رحلات دولية فشهدت أسعار هذه البطاقات ارتفاعا شديدا غير أن الخارج تلقى هذا النبأ بطريقة مختلفة تماما عن الصين التي تواجه إحدى أكبر موقات الإصابة في العالم ويزيد من شدتها تطور متحورات جديدة فقد أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن السلطات الأمريكية تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين بعدما فرضت الهند واليابان فحوصات الPCR الإلزامية على الآتين من الصين هذا الانقلاب المفاجئ في السياسة الصحية الصينية وضع حدا لنحو سلاس سنوات من الفحوصات المكسفة والتدابير الخاصة بالإغلاق والحجر المطولة والتي أربكت سلاسل الإمدادات وزعزعت الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات في العالم طلبت حكومة هونغ كونغ من اليابان إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا التي تقضي بهبوط رحلات الركاب القادمة من المركز المالي في أربعة مطارات يابانية فقط قائلة إن القرار سيؤثر على نحو ستين ألف مسافر هذا وتسجل هونغ كونغ نحو عشرين ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا لكنها رفعت القيود المفروضة لمكافحته لأول مرة منذ ثلاث سنوات تعقد تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن العدالة الثقافية وأليات تعزيزها وذلك في إطار اهتمام التنصيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني تتناول الورشة مناقشة عدة محاور حول العدالة الثقافية وأهميتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بجانب التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الثقافية وما هي الفرص للإسراع في تحقيقها بالإضافة إلى أليات وأدوات تنفيذ العدالة الثقافية كما أوصت ورشة تنصيقية شباب الأحزاب التعاونيات في ختام جلسة النقاش تحت عنوان التعاونيات في مصر الواقع والتحديات بالتوعية بأهمية سنة الشريع موحد يضم كل ما يخص التعاونيات بما يتطلبه الوضع الحالي مع الحرص على رقمنتها وعمل قاعدة بيانات شاملة لها كما أوصت بتعزيز مصادر التمويل للتعاونيات لضمان الاستدامة وناقش الصالون عددا من المحاور من أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنصيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطنية أول حاجة نشأت لها احتياج الناس للتعاون هي كانت الأزمات وخاصة الأزمات الاقتصادية وده اللي كان اللي أبرز فكرة التعاون للوجود على المستوى الشعبي والمستوى الدولي يعني فكرة التعاون إن أنا كمجتمع في قرية يبع عندي شكل أشكال إدارة المورد المياه المورد الأرض أنتج الإغذاء اللي أنا شايفه إن أنا أنتجه بهدف إن أنا ما يعني إنه محصلش نوع نوعاً لاستغلال لأن فقد القيمة ده هل هو من حق صعب العمل ولا من حق العامل ودي كانت دولة كبيرة جداً أو ازدواجية كبيرة جداً في المجتمع الاشتراكي يقول أن فقد القيمة من الحق العامل في المجتمع الرأس المال يقول لا فقد القيمة من الحق صاحب رأس المال نقدم دراسة لمجلس الشيوخ عن تفعيل التعاونيات وإحنا مسميين الدراسة تحت مسمى يعني بنك الفرص الضائعة نحنا نحاول إحياء هذا البنك والفرص الضائعة دي تتحول إلى فرص مستهدافة وفرص كمان فيها قيمة مضافة الحقيقة إن إحنا متوجهين في الدراسة بعد دراسة التجارب الموجودة في الوطن العربي وفيه حتى البلاد المتقدمة زي الولايات المتحدة وزي الهند وزي إيطاليا وزي أسبانيا وزي فرنسا وألمانيا وكل دول الدول فيهم تعاونيات كبيرة جداً أقدر أقول لك أن الهند تعاون الزراع عندهم لإنتاج الألبان وصل إلى دولات 17% من الإنتاج العالم دشنا وزير البترول والثروة المعدنية طارق المنلى المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم المتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصاف التكرير بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك في إطار التوسع في مشروعات التحول الرقمي أكد المل على أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تطقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب خاصة في مجال التكرير الذي يعد الركيزة الأساسية في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية ووجه المل بالإصراع في تنفيذ كافة مراحل المشروع والمراجعة الدورية لكل مرحلة فضلاً عن الاستعانة بالكوادر الشابة كما تابع الملة سير العمل في غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع وأماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمية قام محافظة قاهرة خارد عبد العالم جولة مفاجئة عن المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابس بعدد من أحياء المنطقة الغربية لمتابعة توفر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وأكد محافظة القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكتفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة للتأكد من توفر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها دون مبرر وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها تشتهر مدينة المطرية بالدقاهلية بمهنة صناعة المراكب الخشبية رغم تعرض تلك المهنة للانقراض إلا أن هناك من صمم على الاستمرار في هذه المهنة ويبرع أهالي مدينة المطرية بالدقاهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشرعية في صناعة معددة وتعد من أحد مورثات التراث المصري القديم باحترافية كبيرة ومهارة عالية تشتهر مدينة المطرية بالدقاهلية بصناعة المراكب الخشبية فالموقع المتميز للمدينة دفع ما يزيد عن 90% من أهاليها إلى العمل في مهنة الصيد حيث تطل على بحيرة المنزل مباشرة ويبرع أهالي مدينة المطرية بالدقاهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشرعية وفي صناعة تعد من أحد مورثات التراث المصري القديم أنا خدت المهنة عن والدي احنا شغالين في المكان هنا من زمان قوي أنا تعريباً بشتغل من وعنة 8 سنين اشتغلنا في مهنة الفايبر جلس أول ما ظهر طبعاً وفر على الناس حاجات كتيرة قوي المركب بدل ما كان بيتعامل من خشب ومعجون وبوية الوقت المركب بيتعامل من الفايبر جلس بدل ما يعيش سنة يعيش عشر سنين صناعة المركب بتاخد وقت كبير قوي بتاخد صنعة جمد قوي أكتر الشغل فيها يدوي لازم 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 يدوي صناعة المركب الخشبية تتطلب مهارات من صانعيها من أجل الحفاظ على سباة المركب وسط المياه وأثناء عمليات الصيدة بنصنع المركب أول حاجة بنعمل الترس بيأخذ معنا مثلاً حدود يوم والمحاف خدت بالك وبنصنع بقيت بنجيب العدان الأول وبعد كده الارداف فنبدأ بقيت نخلصها مرحلة مرحلة خدت بالك يعني العدان وبعد كده الارداف وبعد كده نحاول نخلصها فوق فبردك يعني حدود بردك بتاخد معنا بردك يوم أو اتنين فمرحلة مرحلة الغتل ما تخش مثلاً الفايبر بنبدأ بقيت هو بقيت فيبر الشغل نروح نحن بقيت نشطب نجهز لها البراويز بردك بتاخد لها بردك يوم أو اتنين فتبدأ بقيت نخلصها خالص فبحث أنها تنزل تمشي في المياه وكده وده آخر مرحلة المطرية مشهورة لأنها يعتبر المطرية ما شاء الله فيها أكثر نجارين اللي هم شغالين هنا فما شاء الله بيشتغلوا برا المطرية تسعى المطرية ما شاء الله كلها ناس كويسة بيشتغلوا ونس معلمين فهي دي المطرية مشهورة بالنجارة مراحل صناعة المركب تبدأ برسم مخطط تفصيلية يحدد التصميم والأبعاد ثم يتم تجمع المواد الخام للبدء في تكوين الهيكل الداخلي للمركب مع تقسيمه لأجزاء وبعدها إعادة الهيكل الخارجي له وتغليفه صناعة مركب الصيد تستغرق من أسبوع لعدة أشهر وفقا لحجم المركب حيث تبدأ الأطوال من 20 مترا وعرض 5 أمتار وقد يصل طول المركب إلى 40 مترا بعرض 6 أمتار ويستخدم في صناعة المراكب خشب أشجار التوت والكافور والسويد لمتانتها وقدرتها على تحمل مياه البحر المالحة أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع آخر جلسات العام المنقضي بارتفاع عن جامعي المؤشرات تمدفوعة بمشتريات عربية وسط أحجام تداول متوسطة وربح رأس المال السوقي للبرصة ملياري جنيه لغلق عند مستوى 961 مليار و 200 مليون جنيه وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 14 من 100% لغلق عند مستوى 14598 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 37 من 100% لغلق عند مستوى 28001 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 35 من 100% لغلق عند مستوى 4145 نقطة ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية لا يؤمن نشكركم على طب المتابعة دمتم سالمين اشتركوا في القناة